بسم الله فيه فيلم كواس جدا اسمه تشيك ان رن ده بيحكي عن مزرع من الفراخ وفيه فرخ قائد بتحاول انها تهرب بكل الفراخ اللي معاها بش تهرب لوحدها لعندها هدف انها تتحرك الناس كلها ناحية هدف بتاعها فهي فعلا بتفضل تحاول حد ما تنجح ده ابسط مثال على التعريف المشروع يعني نفقت على الفيلم دوت وانت بتكره في البي امي بي هتلاقي نفسك عمل تشوف امثلة عملي على المكتوب في البي امي بي يعني على سبيل المثال تعريف المشروع جهد مؤقت بغرض انتاج نتيجة او منتج او خدمة فريدة اللي ممكن تكرارها طب تعلم بس كده المشروع كده واحدة واحدة ان هو تمبرري طبعا مؤقتها جهد مؤقت ليبدأوا لنهاية بش يفضل مستمر مدى الحياة تمام مش معنى ان هو ليبدأوا لنهاية او طبعا مؤقتها ان هو يبقى قصير يومه لو ما يلاقه ممكن يوعد عشر سنين بس معروف ان ليه بدأوا لنهاية هنا برضو في الفيلم دوت كان مؤقت بوقت ان لو المكتوبة تركبت خلاص المشروع كله فشل تمام فهو كان مرتبط بوقت نجي نبص عليه ان هو كان يونيك النتيجة فريدة من نوحها تمام مش معنى ان احنا هربنا ان احنا نقول لأ طب حلو قوي ونعملها تاني تعالى نرجع للمزرعة ونحاول نقرب تاني كل ما نقرب نرجع تاني للمزرعة لأ هي خلاص حققت الهدف خلاص خلصت الحاجة التانية ان انت في الاول ما بتبعش عندك معلومات وكل ما بتحاول كل ما بتكتسب خبرة وكل ما بتعرف معلومات اكتر فلازم تكمل نحو تلدى بتاعك الفيلم مرتبط كتير جدا بادارة المشروع والقائد والقيادة والحاجات ده كلها الفيلم كويس جدا ومأخوز من فيلم زا جريت سكيب الهرب الكبير كان ده متاخد برضو من قصة حققية من الحرب العلمية التانية كان في بعض الجنود من زباد دول تحالف مزجونين في الحرب في حد المعتقلات النازية وبعملوا محاولة كتير الهرب شفت ان الفيلم ده برضو كان زريف قدروا يهربوا ومتنوا خمسين ومعتقل معهم ففيلم تيكن ران فيلم كويس جدا والهرب الكبير كويس جدا برضو تقدر تفرج على الاتنين بس في دماغة دارة المشروعات هتلاقي نفسك بتستفاد بتاخد امثلة عملية على الحاجات الموجودة في دارة المشروعات لان دارة المشروعات بش خاصة بالمباني والانشاءات بالعكس ده البي ام بي يعتبر معمول اصلا للناس اللي هم مشغالين في الاتي والشبكات والحاجات دي بس لقوا ان القواعد دي ينفع تتطبق في مجال الانشاءات ومجالات كتيرة جدا جدا فلذلك بدأ الموضوع انتشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة